السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزاء الطلاب في مقرر انترنت الأشياء واحد واحد لطلاب المرحلة الثانوية بمسار علوم الحاسب والهندسة موضوع درسنا لهذا اليوم هو إنشاء نظام منزل ذكي بجزئه الثالث إذن سوف نكمل درسنا السابق هو إنشاء نظام منزل ذكي بجزئه الثاني تحدثنا عن أبرز المكونات الأساسية لهذا النظام فما هي؟ ممتاز أحسنتم إذن قمنا بفتح بيئة التينكر كاد البيئة المحاكية للنظام الأردوينو وقمنا بإضافة أبرز المكونات الأساسية إلى مساحة العمل إذن المكون الأساسي بالتأكيد هو ماذا؟ أحسنتم هو لوحة الأردوينو أونو R3 بالإضافة إلى المكونات الأخرى وهي المقاومات وهي الريسترز وأيضا مستشعرات الحركة البي آي آر وقمنا بماذا؟ بتوصيل هذه المكونات بلوحة الأردوينو وأيضا قمنا بتوصيلها بلوحة الدوائر الصغيرة البرد بورد سمول إذن بإذن الله اليوم سنكمل نظام منزل ذكي ولكن بالخطوة ما هي؟ الخطوة الثالثة وهي كتابة أو استخدام اللبنات التعليمات البرمجية الكود بلوكس سنتحدث عن أبرز اللبنات بفئاتها الستة الظاهرة أمامكم فئات الإخراج والأوت بوت والإدخال للإنبوت بوت والتعليقات النوتايشن والتحكم الكنترول والعمليات الرياضية الماث وأخيرا المتغيرات الباريبيلز إذن عزيز الطالب في نحاية درسنا لهذا اليوم سوف تكون قادرا على برمجة جهاز تحكم الأردوينو الدقيق باستخدام لغة برمجة قائمة على اللبنات البرمجية ببيئة دوائر التنكر كاد بداية عزيز الطالب كيف يتم كتابة الأوامر للأردوينو أيضا تحدثنا في المقررات السابقة عن العديد من لغات البرمجة اذكر أنواع لغات البرمجة ممتاز إذن تحدثنا عن لغات برمجة عديدة منها ماذا؟ البايثون والسكرات والسي وغيرها إذن سوف نتناول اليوم بإذن الله إحدى لغات البرمجة والتي تعتمد على ماذا؟ على استخدام اللبنات البرمجية إذن بعض اللغات البرمجة قد تكون بشكل جمال ودوال يتم كتابتها من قبل المبرمج وبعضها ماذا؟ يتم استخدام لبنات أو بلوكس أو كتاة البرمجية جاهزة باستخدام الضغط مثل السحب والإفلات في منطقة البرمجة أو العمل إذن يوفر تينكر كاد تقنية البرمجة القائمة على اللبنات البرمجية لماذا؟ بالتأكيد ماذا؟ استخدام اللبنات البرمجية الجاهزة بما أنها جاهزة سوف تقوم بتبسيط عملية برمجة وحدة التحكم الدقيقة أيضا الفائدة الثانية هو ماذا؟ هو أنها ماذا تساعد في تجنب الأخطاء الشائعة مثل ماذا؟ أثناء الكتابة قد يتعرض المبرمج لكتابة بعض الجمل بشكل خاطئ بالتالي مثل الأخطاء ماذا؟ أخطاء تركيب الجمل وأخطاء كتابة أسماء الدوال الفانكشن وأيضا قد يكون هناك نسيام بعض الرموز مثل الفاصل المنقوطة وغيرها من الأخطاء أيضا هنا نشاهد سويا نسترجع سابقا البيئة ومكونات الأساسية لبيئة تنكر كاد إذن قمنا سابقا بإضافة المكونات الأساسية لنظام منزل ذكي في هذه المنطقة مساحة العمل اليوم سوف نتحدث ونتعرف على مكان اللبينات البرمجية وهي عند الضغط على الإقونة الظاهرة أمامكم كود ومن ثم نشاهد ماذا؟ هذه المنطقة الفارغة هنا يتم ضغط وسحب وإفلات اللبينات البرمجية الموجودة في الجانب الأيسر إلى المساحة الفارغة هنا نتعرف على أبرز المكونات لمنطقة الكود أو البرمجة هنا نشاهد تصنيف اللبينات البرمجية هنا تنتصنيفها وفق الفئات الستة التي ذكرناها الأوتبوت والإنبوت وأيضا النوتايشن والكنترول والماث والفاريبولز عند الضغط على الفئة مثلا هنا فئة المخرجات أو الأوتبوت نشاهد مثلا باللون الأزرق نشاهد اللبينات البرمجية التابعة لها باللون الأزرق وهنا تكون جاهزة للاستخدام بالضغط عليها ومن ثم سحبها وإفلاتها في منطقة البرمجة أيضا يوجد هنا أيقونات أخرى مثل أيقونات الموجودة أمامكم مثلا التكبير وتصغير اللبينات البرمجية وأيضا إعادة تعيين هنا حجمها أخيرا هنا إلى ماذا يرمز ممتاز أحسنتم إلى ماذا إلى سلة المحذوفات لإزاءة اللبينات البرمجية الغير مرغوبة إذن تعرفنا على أبرز مكونات لنافذة الكود أو البرمجة الآن سوف نتعرف الفئات الستة لللبنات البرمجية أولا أول فئة هي ماذا فئة الأوتبوت أو الإخراج تسمح هذه الفئة بتحديد المنافذ أو الأطراف الرقمية الدجيتال والتناظرية وتقوم بإرسال الأوامر إلى مكونات وحدة التحكم الدقيقة هذا بالنسبة لوحدات الإخراج أما بالنسبة للفئة الإخراج أو الأوتبوت عكسها ماذا هي الفئة الإدخال أو الإنبوتبوت هنا نشاهد أنها تسمح ماذا العكس قراءة قراءة البيانات من وحدة التحكم الدقيقة أيضا الفئة الثالثة أو تصنيف الثالثة هي التعليقات النوتيشن من مسمىها في ماذا تستخدم أو ما هي وظيفتها ممتاز إذن في بعض الأحيان المبرمج يريد ماذا توضيح بعض اللبنات البرمجية ما الذي يقصد بها للمستخدم بالتالي سوف نستعين بهذا النوع باستخدام التعليقات على التعليمات البرمجية الخاصة بك أيضا تصنيف الرابع أو النوع الرابع هو التحكم أو الكنترول تسمح هذه الفئة بإضافة أحداث وتحديد التكرارات البرمجية وأيضا الاكترار الإجراءات أو الخطوات واستخدام العبارات الشرطية لاتخاذ القرارات إذن تناولنا سابقا في المقرارات السابقة لغات البرمجة بعض الأوامر أو اللبنات البرمجية التي تستخدم في التكرار مثل الوائل ماذا؟ ممتاز إذن الوائل لوب والفور لوب وبعض اللبنات أو العبارات الشرطية مثل ماذا؟ التي تحقق من شرط معين ممتاز إذن الافذين إلس وأيضا وسلكت ستيتمنت وغيرها ممتاز أحسنتم إذن لدينا أيضا التصنيف أو النوع الخامس وهي العمليات الرياضية من مسمىها في ماذا تستخدم؟ ممتاز الماذا تستخدم في استخدام الرموز والعمليات الرياضية أيضا لدينا التصنيف أو النوع الأخير وهو المتغيرات الـ Variables ماذا؟ تقوم مختصة بإنشاء المتغيرات بكافة أنواعها وسوف نتعرف على جميع الأنواع السابقة بشكل مفصل في الأنظمة في الدروس اللاحقة بإذن الله إذن بداية سوف نتعرف على أبرز اللبنات أمثلة على اللبنات المستخدمة لكل نوع من الأنواع التي تناولناها سابقا أولا اللبنات التي تكون ضمن تصنيف الـ Control سنتحدث عن النوع الأول هنا If then else بالتأكيد مثل ما ذكرنا أنه تكون مثلا باللون البرتقالي أو الأورانج ويسم تصنيفها يعني جميع اللبنات التابعة لها تكون بنفس اللون إذن ولدينا أيضا الفور إفرا نجدها في هذا تحت هذا التصنيف الـ Control أو التحكم نتحدث أولا ما الذي يقصد بكلمة forever بشكل عام ممتاز إذن التكرار هنا لدينا يقصد باللبنات الفور إفر أنه سوف يتم تنفيذ كافة اللبنات الموجودة داخلها بشكل ماذا؟ بشكل متوالي حتى يتم إيقاف جهاز إنترنت للأشياء أو إيقاف هذا النظام أو المشروع أيضا هنا لدينا اللبنة الثانية وهي إفذن إلس سوف تتحقق ماذا؟ سوف تتحقق من هل الشروط تم تحقيقها أم لا؟ فإذا كان الأمر كذلك فإن ماذا؟ فإن البرنامج أو جهاز التحكم الدقيق سوف ينفذ اللبنات الموجودة هنا العكس إلس عند عدم تحقق هذه الشروط سوف يقوم بماذا؟ بتمثيذ اللبنات أدنى إلس نتعرف أيضا على اللبنات الموجودة تحت تصنيف لبنات الإخراج الأوتبوت مثال على ذلك ست بن إذن هنا يتم تعيين لحالة الطرف قد يكون هذا الطرف عندما نقوم بالضغط على هذه الإقونة يوجد هناك العديد من الأنواع قد تكون أطراف رقمية الدجيتال وقد تكون أطراف تناظرية الأنولوج وقد يتم تعيين الحالة لهذا الطرف المختار هنا قد تكون هاي وعند الضغط على هذا السهم سنجد حالة أخرى وهي عكس الهاي ما هي؟ ممتاز أحسنتم لو ما الذي يقصد بهاي؟ إذن مرتفع أو يوجد هناك مثلا إشارة يوجد هنا مثلا يتم تشغيل هذا الطرف أو الجهاز إذن يمكن أن تتراوح هذه القيم من صفر والت وهنا نستطيع أن نقول عنها ماذا؟ لو أو منخفضة وقد تكون 3.3V أو 5V وهنا تكون ماذا؟ قيمتها مرتفعة أيضا لدينا هنا بعض اللبنات لتصنيف اللبنات لإدخال الانبوت باللون بنفسجي لدينا اللبنة الأولى وهي ريد ديجيتال بن إذن ماذا يقصد بهذه اللبنة؟ ممتاز إذن قراءة الطرف الرقمي وهنا تتراوح الأرقام الرقمية هنا وأيضا هنا يوجد هنا أيضا تكون قراءة هذه الأطراف قد تكون مثل ما ذكرنا مرتفعة هاي أو منخفضة اللبنة التي تليها هنا وهي ماذا؟ ريد أنالوغ البين هنا أيضا قراءة مستوى جهد يتراوح بين 3.3V أو 5V يقصد بها ماذا؟ تكون الحالة مرتفع وعندما تكون 0V تكون الحالة ماذا؟ تكون الحالة منخفضة أو لو ويقصد بها أيضا الطرف الأرضي الـ GND وكأنها حالة منطقية على أنهما ماذا؟ 1 صواب أو true ويقصد بها مثلا الـ high وزيرو خطأ أو false وهي اللو وتكون على التوالي إذن عزيزي الطالب مما سبق استنتج اللبنات البرمجية المستخدمة في البرنامج المستخدم في ماذا؟ برنامج ونماهو البرنامج أو النظام هو النظام إنشاء منزل ذكي إذن نسترجع سويا ماذا يقوم هذا النظام؟ إذن سوف ماذا؟ سوف تتحقق مستشعيرات الحركة من وجود أي حركة داخل الغرفتين إذن نلاحق ماذا؟ تتحقق تتحقق من وجود شرط معين إذن سوف نستخدم ماذا؟ ممتاز أحسنتم إذن سوف نستخدم لبنة الـ FOS وسوف نستخدم أيضا لبنة الفور إفر لأننا ماذا نريد تكرار كافة العمليات بشكل متوالي أيضا هنا إذن سوف يتم تنفيذ مثل ما ذكرنا اللبنتين السابقتين إحداهما للغرفة الأولى الروم عندما ماذا؟ يستشعر حركة ذكرنا سابقا ماذا؟ عندما يستشعر حركة في الغرفة مثلا الأولى سوف يقوم ماذا؟ إذن ممتاز سوف يقوم بإضاءة اللد وأيضا الأخرى للغرفة الثانية بنفس الحركة عندما يستشعر الحركة سوف يقوم بالإضاءة وعندما لا يستشعر الحركة سوف يتم إطفاء الليد أو الدايود المشيع للضغو إذن ذكرنا هذا سابقا فكرة النظام هنا سوف نتعرف إذن عن البنات الأساسية لهذا النظام إذن في منطقة الكود سوف نقوم باستخدام هذه اللبنات بداية مثل ما ذكرنا سوف نستخدم forever وسوف يتم تنفيذ ما بداخلها بشكل على التوالي سوف نستخدم هذه الدالة الأولى الدالة الرئيسية الثانية وهي ال-f then else سوف يستخدمها ماذا؟ في الجزء الأول سوف نتحقق من وجود الحركة في الغرفة one والأخرى للتحقق من وجود الحركة في الغرفة اثنان إذن نقرأ سويا نتتبع البرنامج يقول هنا ماذا؟ إذن read digital سوف نقوم بقراءة المنفذ الرقمي رقم ثمانية ما الذي يقصد بالطرف الرقمي هنا؟ إذن هو مستشعر الحركة مستشعر الحركة إذن الطرف الرقمي قمنا بتوصيله سابقا ثمانية أو eight الخاص بالمستشعر مستشعر الحركة عندما يساوي high إذن عندما يشعر بماذا؟ عندما يشعر بحركة فإنه سوف يقوم بماذا؟ سوف يقوم ب إضاءة إذن six بن six ما هو؟ سوف يتم تعيين الطرف الرقمي الخاص بالدايود المشعر للضوء high إذن قم بإنارة الغرفة عندما لا يتحقق الشرط ما هو؟ الشرط هذا الذي ماذا ينص على ماذا؟ عندما يكون مثلاً العكس ليس high لا يعني لا يوجد هناك حركة هل يقوم بتشغيل الدايود المشعر للضوء؟ ممتاز إذن لا يقوم بتشغيله من ثم يقوم بتعيين الحالة ماذا؟ لا سوف يتم إضافة الليد أو الدايود المشعر للضوء بنفس الطريقة السابقة هنا لبنة الـ سوف يتم تكرارها لمن الغرفة الثانية أو room 2 ولكن بتغيير طرف المستشعر الحركة هنا وأيضاً تغيير الدايود المشعر للضوء إلى سفل الخاص بالroom أو الغرفة الثانية إذن هنا لاختبار البرنامج أو النظام سوف نقوم بماذا؟ أو بدء المحاكاة للبرنامج باختيار اللقونة التالية بالضغط عليها Start Simulation ومن ثم سوف نقوم بتحريك المؤشر حول الغرفتين إذن نشاهد سوياً أعزاء الطلاب نقوم بفتح النظام السابق نظام المنزل الذكي الذي قمنا بتصميمه بشكل عملي في بيئة Tinkercad نقوم بالضغط على أيقونة أو زر الكود وسوف نقوم بضغط وسحب اللبنات من الجانب الأيسر ووضعها في الجانب الأيمن هنا قمنا بوضع لبنة Forever وقمنا بوضع داخلها ماذا؟ لبنة الـ If Then Else وهنا سوف نضع الشرط وهو الذي سوف نتحقق منه ما هو الشرط؟ ممتاز إذن هو سوف يقوم البرنامج بماذا؟ بقراءة القيمة أو حالة الطرف الرقمي ونقوم بتغييره من هنا ثمانية الخاص بمن؟ ممتاز الخاص بمستشعر الحركة وسوف نضع ماذا؟ إذن عزيز الطالب نستطيع هنا تغيير القيم إما بالكتابة أو باختيار القيمة هنا عندما يساوي High ما الذي يقصد بها؟ ممتاز إذن أن مستشعر الحركة عندما يشعر بحركة وجود شخص ما في هذه الغرفة سوف يقوم بماذا؟ إذن سوف يقوم بإضاءة الديود المشعل للضوء والموجود في الطرف 6 والعكس عندما لا يشعر بحركة ماذا يفعل؟ else نقوم بماذا؟ بإطفاء الديود المشل للضوء ونقوم بتعيين حالته إلى low الآن سوف نقوم بتكرار كافة الخطوات السابقة ولكن لمن؟ للغرفة الثانية ولكن لا ننسى أن نقوم بتغيير ماذا؟ ممتاز أحسنتم إذن تغيير طرف الطرف الرقمي لمستشعر الحركة إلى كم؟ إلى 9 بنفس الطريقة سوف نقوم بتعيين حالة هذا الطرف إلى high عندما يشعر بحركة متشعر الحركة سوف يقوم بممتاز إذن سوف نقوم بإضاءة الطرف أو الديود المشع للضوء ونقوم بتغيير الطرف إلى رقم 7 ممتاز إذن بهذا انتهينا من كتابة الكود لهذا النظام نظام المنزل الذكي الآن سوف نقوم بمحاكاة البرنامج عندما نذكرنا ماذا؟ عندما يستشعر هنا ماذا؟ هذا مستشعر الحركة الغرفة مثلا الثانية وهذا مستشعر حركة الغرفة الأولى عندما يستشعر مستشعر الحركة هنا نقوم بتحرك مؤشر هنا وهنا بهذا الشكل وأيضا للغرفة الثانية عندما تقوم في نطاق المستشعر سوف يقوم هنا عندما يستشعر الغرفة الثانية الحركة سوف تتنير الإنارة مضاءة في الغرفة من الأولى وهنا يتم أيضا العكس نشاهد سويا بشكل عملي عزيز الطالب قم بتجربة أو محاكاة النظام بتحريك المؤشر في نطاق المستشعر إذن نشاهد هنا أنه تم إضاءة الليد وهنا عندما يستشعر الحركة في الغرفة الثانية سوف يتم إضاءة الليد أيضا نستطيع إقاف المحاكاة عن طريق الضغط على زر Stop Simulation إذن عزيز الطالب أمامك تمرين خمسة صفحة 85 بالكتاب ينص السؤال على ما هي ميزة برمجة جهاز تحكم الأردوينو الدقيق باللبنات البرمجية بدلا من كتابة التعليمات البرمجية نصيا في التنكر كاد اذكر ما تتوقع من سلبيات استخدام هذه الطريقة إذن ذكرنا سابقا أنه ماذا؟ تم استخدام اللبنات البرمجية لبرمجة جهاز التحكم الدقيق الأردوينو لعدة مزايا فما هي؟ ممتاز أحسنتم إذن ذكرنا أنه ماذا؟ تعتبر البنات البرمجية المرئية البسيطة لبرمجة المتحكم الدقيقة وتعد من البرمجية التعليمية المرئية مفيدة لإنشاء البرمج الأردوينو لماذا؟ لأنها تتجنب الأخطاء الشائعة مثل ماذا؟ أخطاء بناء الجمال وأيضا كتابة أسماء الوظائف وأيضا عند الخطأ في كتابة بعض الرموز مثل فاصل المنقوطة وغيرها إذن من السلبيات المتوقعة أنه من الصعب ماذا؟ إذن في الشطر الثاني في السؤال ما هي السلبيات المتوقعة في استخدام اللبنات البرمجية؟ لماذا يتم استخدام لغات برمجة مثل البايثون والسي لبرمجة الأردوينو؟ وهذا ما سوف نتناوله في الحصص القادمة بإذن الله لماذا؟ لأنه عندما يكون لديك مشروع مثلا بابتكارك وتحتاج إلى بعض الجمل البرمجية المخصصة مثلا لمشروعك من الصعب استخدام هذه اللبنات البرمجية إذن مثل ما ذكرنا من السلبيات المتوقعة من الصعب جدا تفيد وظائر مخصصة لمشروعك إذن نراجع سويا أعزائي الطلاب درسنا لهذا اليوم تحدثنا عن ماذا؟ ممتاز تحدثنا عن بينات التعليمات البرمجية تحدثنا عن تصنيف الأول وهو الإخراج الأوتبوت ماذا يعمل؟ ممتاز إذن ذكرنا بأنه يقوم بتحديد المنافذ الرقمية والتناظرية ورسال الأوامر إلى المكونات وحدة التحكم أيضا تحدثنا عن فئة الإدخال التي تقوم بقراءة ماذا؟ بقراءة البيانات وحدة التحكم وأيضا تحدثنا عن التعليقات النوتيشن التي تقوم بماذا؟ ممتاز بي تسمح باستخدام التعليقات على التعليمات البرمجية خاصة بك وأيضا تحدثنا عن النوع وهو التحكم الكنترول ماذا يقوم؟ ممتاز إذن يقوم بإضافة أحداث وتحديد التكرارات البرمجية وأيضا استخدام العبارات الشرطية أيضا تحدثنا عن النوع أو الفئة العمليات الرياضية الماث والتي تقوم باستخدام ماذا؟ ممتاز الرموز والعمليات الرياضية وأخيرا ماذا؟ المتغيرات أو الفريبلز إذن أعزائي الطلاب أمامكم تمرين سبعة بصفحة 85 بالكتاب يرص التمرين على غير نظام المنزل الذكي ليحتوي على دايودين مشاعين للضوء أحمر وأخضر ومستشعر حركة أيضا عند اكتشاف المستشعر لحركة يتم تشغيل ماذا؟ الدايود المشاع للضوء الأخضر فقط وعندما يستشعر حركة سوف يتم ماذا؟ إضاءة الضوء الأخضر وعند عدم اكتشاف حركة سوف يتم تشغيل الدايود المشاع للضوء باللون الأحمر وعندما يستشعر سوف يقوم بإضاءة الضوء الأحمر فقط إذن عزيزي الطالب قم بتصميم البرنامج السابق ومن ثم قم بمشاركة مشروعك أو برنامجك إلى معلمك ومعلمتك أعزائي الطلاب بهذا انتهينا لدرسنا هذا اليوم نشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته